خبر جديد يمكن بيكشف لنا إزاي إن حاجات كتير كانت قدامنا ما كناش بنستفيد منها واستطاعنا إن احنا نخلق قيمة اقتصادية لها ونستغلها أفضل استغلال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري كشف عن مفاجأة بشأن استخدام ورد النيل كوسيلة لخلق قيمة اقتصادية واستخدامه في الصناعات اليدوية المفيدة الدكتور هاني قال إن أحد الحلول لمشكلة ورد النيل هو خلق قيمة اقتصادية من أجل استخدامه صحيح كمان كتب وزير الرأي والموارد المائية منشور خاصة على صفحته على الفيسبوك قال فيه إن مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري استفاد من الخبرات الأسيوية في الصناعات اليدوية المختلفة لتحويل ورد النيل إلى منتج صديق للبيئة المركز تدرب مدموعات مختلفة من السيدات في القرى على هذه الصناعة اليدوية المفيدة بالإضافة إلى خلق فرص العمل والاهتمام بالمرأة وزيادة دخل هذه الأسر حياء مصطفى أن ورد النيل فعلا كان بشكل محيطة وهو كمان ساحب للماء من بس أنه بيسد المجاري للمائية المختلفة لكن كمان مستهلك للماء بشكل كبير وكان دايما بييجي وقت أو موسم لازم يتم تطهير المجاري المائية من ورد النيل ده حقيقي جدا وكانت كمان وزارة الموارد المائية بتبزي الجهود كبيرة جدا من أجل يعني إبعاده عن المجرى الملاحي لنهر النيل وأيضا جعل الناس تستفيد بأفضل استفادة ممكنة